السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي خلينا نشوف شو الأسباب اللي بتأدي إلى ارتفاع السكر فجأة أحد الأسباب الهرمونات فيه عندنا هرمونات إذا كانت غير منضبطة يعني مش مظبوطة مخربطة بتأثر على الإنسولين وبتأثر على السكر اللي موجود في الدم وممكن ترفعه بسرعة وممكن تنزله بسرعة حسب مقدار تواجد هاي الهرمونات في جسمنا في تلك اللحظة اللي فحصنا فيها يعني قديش بيكون نسبة الهرمون الفلاني أو نسبة الهرمون الآخر هاي يا إما بترفعه يا إما بتنزله خلينا نشوف شو هاي الهرمونات اللي بتأثر على الإنسولين وارتفاع السكر واحد اللي هو هرمون النمو هذا مطلوب عشان تجديد الخلايا وبناء العضلات وبناء الأمور هاي فهذا مطلوب وبرضو يحتاج أنه يرفع نسبة السكر في الدم إذا كان قليل جدا يعني إذا كان أعلى إذا كان عالي بيكون ما أوكي ما في مشكلة لا يرفع لكن إذا كان هرمون النمو بسبب الجلوس وبسبب عدم الحركة وبسبب كذا غير شغال والأكل الكثير طبعا الصيام يرفع هرمون النمو لما نأكل كثير بيقل هرمون النمو فهذا إيش؟ بيسبب اضطرابات في هذا الهرمون اللي رح يأثر على هرمون الإنسولين الهرمون الآخر هو الأدرينالين فايت أول فلاي هذا اللي يعني برتفع لما نخاف لما بدنا كذا يعني اللي بدي يصبط جسمنا بنخاف بنقلن كذا بنوتر بنسير ضربات القلب سريعة هذا برضو بيرفع السكر إذا ارتفع هذا بيرفع نسبة السكر في الدم فالإنسان اللي بيخاف من شيء يتوقع أنه يصير عنده ارتفاع مرات طفيف ومرات عالي حسب الشخص نفسه فإذا ارتفع الأدرينالين معناه ارتفع السكر كمان هرمون التوتر اللي هو إيش؟ هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول هذا الكورتيزول عبارة عن مشكلة كل ما زاد كل ما ارتفع السكر والإنسولين وصارت مشاكل وهذا سبب الضغط النفسي يعني عندنا ضغط نفسي الكورتيزول هذا بيكون مرتفع وهذا هرمون مهم جدا جدا إذا تخربط بأثر على الإنسولين وعلى ارتفاع السكر فيه هرمون اسموك لوكا هذا اللي بيحفز الكبد تعطينا سكر أثناء النوم هذا برضو إذا كان مرتفع زيادة عن اللزوم بيحفز الكبد أنه ينتج سكر أكثر وبالتالي يظهر السكر أنه ارتفع فندير بالنا على أكلنا ونزبط أكلنا كويس وندير بالنا ونفهم شو الهرمونات بتعمل في جسمنا لأنه هذا جسم ذكي جدا ومعقد جدا وهو يعني الجسم رح يحاول يضبط نفسه لكن إذا ظلمنا وزودنا الأمور رح يكون طبعا فيه تعب على الجسم وما يستطيع الجسم أنه يضبط الأمور كما يريد اللي بيخربط هاي الهرمونات أهم شيء الغضر لما تكون زعلان ومعصب يعني وهيك وكلك هذا مشكلة بتكون خربط رفعت الأدرنالين رفعت الكورتيزون رفعت كذا فهذا يعني بكون سبب سبب رئيس أن السكر عندك ارتفع والضغط السكر والضغط مش بس السكر السكر والضغط فنحاول نصيحتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب ما فيه إشي في هالدنيا بيستاهل أنه الواحد يزعل عليه صدقني إلا نفسك وصحتك والناس اللي حواليك يعني يدير بالك على عينتك وأولادك وكذا وإشي فلا تعصب ما فيه شيء بيستاهل أنك تعصب أو يزيد غضبك عليه شيء ثاني كثرة القلق والتوتر كثرة القلق والتوتر هاي بترفع حربون الكورتيزون اللي برضو رح يأثر على النسولين وعلى نسبة السكر في الدم تسهرني كل يوم طول الليل سهران ما بتنامش ما عندك نوم كفاية هذا بيكون سبب يعني جرب ما تنامش ليلة كاملة طول الليل ويعني نام لك ساعة ساعتين والثاني يوم ما بحصل السكر بتلاقيه ارتفع الجسم بده يرتاح احنا ما بنقول لك لازم تنام عشر ساعات لا الجسم لما بتنام انت بيأخذ وقته من الراحة أول ما تسحى أول مرة لا ترجع تنام خلص الساعات هذا كفاية لكن تنام نوم كفاية وما تسهر ما تسهر كثير لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الليل عشان النوم وخلق النهار عشان المعاش صح ولا لا فنتبع وان شاء الله ما بيصير مشكلة قلة النوم وكثرة السهر من الأسباب التي تزيد من السكر ولا تساعد على تخفيضه وضبط السكر في الدم ضغوط الحياة وضغوط العمل وضغوط كذا ويعني ضغوط كثيرة تسبب لك ارتفاع في الضغط النفسي السلبي إذا ارتفع الضغط النفسي السلبي هذا يعني خذه سبب رئيس أن السكر يرتفع فورا شو ضغط نفسي سلبي يعني في ضغط إيجابي طبعا في ضغط نفسي سلبي وفي إيجابي السلبي خطر جدا ومضر الإيجابي صحي ومفيد ويريت نكثر منه لما تكون في سباق مثلا مع مجموعة ماراثون أو بتتسابق أنت وزميلك أو صديقك في المدرسة في البيت في الحارة لما تكون تتسابق ومثلا في سباق جري هذا ضغط نفسي إيجابي هذا بحفزك بيخليك تجتهد أكثر حتى تربح لأنه ما حدا بحب يخسر فحتى تربح بيكون عندك ضغط نفسي إيجابي عشان يحفزك أنك تحقق أكثر وتعطي جهد أكثر أيضا اللي بيلعبه شطرنج لعبة الشطرنج بتلاقيك أنت قاعد مركز وتتحدى الزميلك اللي بتلعب معه فبالتالي هذا السترس اللي عندك بيكون إيجابي بوزيتب ما بيكون سلبي لعبة كرة القدم كل اللاعبين في الملعب بيكون عندهم السترس الإيجابي مرتفع هذا بده يسجل جول هذا بده يسجل جول هذا بده يدافع فمستوى الضغط النفسي الإيجابي وأحياناً يكون السلبي عند الناس حسب ما بيأخذ الموضوع في اللاعبين يعني فهذا برضو لما يكون فيه مسابقة أو جري أو كرة قدم بيكون ضغط نفس إيجابي فهذا صحي وما فيه منه خوف أو مشكلة وهذا أول ما ينتهي الموضوع يعني خلاص بروح الضغط النفسي الإيجابي هذا بروح يعني بتكون انت مثلا متحمس في الركض أو في ملاكمة أو مصارعة متى ما تنتهي اللعبة خلاص هذا كله انتهى لكن الضغط النفسي السلبي يستمر وفيه لطرق أنه نعالجه أو نعالج نفسنا منه وإن شاء الله رحاطي مخاضرة ممكن تكون لايف في اليوتيوب عن كيف تتعامل مع الضغط النفسي كيف ترتب أمورك وأولوياتك وكيف تخفف الضغط النفسي على الأقل النصف بعد هذه المحاضرة بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا فيه أسباب أخرى لارتفاع نسبة السكر فجأة فيه أسباب أخرى أحد هذه الأسباب نقص المعادن والفيتامينات إذا عندك نقص مثلا في فيتامين بي 1 بي 12 بيتامين كي بيتامين ألف فيتامين كذا إذا عندك نقص في الماغنيسيوم في البوتاسيوم في الحديد في أي عنصر ضروري للجسم عندك خربطة ونقص في هاي الأمور فأتوقع أن يصير خربطة في الهربونات والأمور الأخرى ويرتفع السكر وطبعا إخواني فيه فيديو موجود اللي هو حاجة جسمك مقدار حاجة جسمك اليومية اللي هاي الكمية اللي لازم تيجي لجسمك كل يوم من كل المعادن وكل الفيتامينات مذكورة بالأرقام للرجل وللمرأة ومعلومات أخرى بإمكانك مشاهدته إن شاء الله وإن شاء الله الشهر القادم رح نبدأ سلسلة الفيتامينات والمعادن شو أهمها معدن معدن رح ندخل وشو بيسوي لجسمك وليش جسمك بيحتاجه وكيف تحصل عليه شو المواد الغذائية اللي تاكلها عشان أو اللي لازم تاكلها عشان تحصل على هذا المعدن أو هذا الفيتامين إن شاء الله في بداية الشهر القادم ما ننسى أيضا إخواني وأخواتي إنه نقص البيتامينات والمعادن وارتفاع السكر والإنسولين هذا بيسبب انتهابات في كل أنحاء الجسم يعني بيسوي لنا مشاكل نحن في غنا عنها فندير بالنا لهذا الموضوع سبب آخر إنك ما درتش بالك الليل اللي فاتت يعني مبارح أمس بالليل ما درت بالك للعشاء شو العشاء اللي اتعشيته أو ممكن تكون اتعشيت نص الليل يعني الساعة 12 بالليل الساعة 1 بالليل فتوقع إنه يرتفع عندك السكر ثاني يوم ممكن بعد ساعتين مما تصحى ثلاث ساعات مما تصحى شو السبب ممكن تكون اتعشيت عشوة دسمة مثلا أو عشوة هيك كلها نشويات وعز وكذا ومعها دجاج ومعها هيك ومعها هيك ومواد صعبة الهضم ونمت فأحيانا جسمك ما بهضم يعني وانت نايم ما بكون يهضم بيكون مشغول بشغلات ثانية بيكون مثلا بدو يدير باله على الكبد على الدماغ عندك يعني فممكن بعض الناس ما بيكونش الهضم شغال فمتى يبدأ الهضم؟ لما تصحى لما تصحى بيبدأ الهضم بعد ساعتين ثلاثة بيبدأ العمعاء تمتص ساعتها برتفع السكر فدير بالك نظم وقت أكلك تاكل في وقت محدد ما تغيره موضوع آخر اللي بيسموه gastroparesis اللي هو نوع من أنواع الإمساك أو حتى بنسميه الإمساك لما يكون عندك إمساك فيه هذه بيصير خربطة وعدم انتظام في السكر يا طالع يا نازل يا أم اثنين مع بعض طالع نازل طالع نازل وكل ما طول الطعام في القلون هذا بسبب مشاكل وعدم انتظام في السكر فتأكد أنك تذهب إلى بيت الخلاء كل يوم كل يوم في ساعة محددة فيه ناس في الانترنت بقولك مرتين في الأسبوع أوكي لا مش أوكي لازم تكون كل يوم إذا بدك تحافظ على الصحة وأذكر أني ذكرت في فيديو سابق أنه تنظيف القلون من أهم الأشياء اللي تعالج أي مرض تنظيف الكبد مش عارف الكوليسترول الدهون الثلاثية أهم شيء أنه هذا القلون يكون نظيف يوميا بالإضافة إلى أنواع الطعام اللي بنأكلها تكون الطعام المسموح والطعام الصحي جيد وهذا القلون يكون دائما نظيف وتبقى أي إذا بتوكل طعام صحي أنت ألياف كثيرة الكربوهايدرات أقل دهون كل الأمور هاي بتلاقي أنه الجهاز الهضمي تحرك عندك صار تمام والقلون إن شاء الله دائما نظيف سبب آخر قلة شرب الماء يعني بتشربش مية بتظل طول نهار بدون مية فهيك مشكلة إذا كنت صائم صيامنا نحن المسلمين يعني لازم تشرب مية لما تفطر وإذا كنت صائم صائم صيام متقطع برضو لازم تشرب مية أنا ما بقول ثمان كاسات اشرب لما تحس أنك عطشان لأنه لما تكون الجسم عطشان ويكون عندك عطش يعني بزيد نسبة السكر في الدم لأنه ما فيش مية كفاية لما تشرب مية أنت السكر الزائد رح يتحول هذا إلى الكلة ويطرده عن طريق البول فاشرب مية كفاية ما بقول ثمان كاسات على الأقل ثلاث كاسات وكل ما تحس بالعطش اشرب ماء بعض الأدوية وخاصة أدوية الضغط تسبب ارتفاع السكر لأنها ديوريتك بتخليك تتبول كثير وتذهب لبيت الخلاء كثير بالتالي ترفع لك السكر ويرتفع تركيز السكر في الدم فاللي بيأخذ أدوية الضغط يستشير طبيبه أو يعني أي أدوية أخرى اللي بتساعد على إدرار البول وهي الأمور سبب آخر وسبب وجيه هو قلة الحركة يعني اللي بيظل قاعد طول النهار بتحرك إيش إذا بتكون شغال في مكتب اتحرك كل نص ساعة كل ساعة امشي خمس خطوات عشر خطوات الصلوات طبعا مفيدة غير عن هي اللي قاعدين طول النهار يتفرض على التلفزيون أو ما وراء شغلة ولا عملة تحرك مشى يعني يحرك جسمك ولو كل فترة بسيطة عشان هيك بنقول أنه مهم جدا أنه الإنسان يمارس الرياضة الرياضة الثقيلة إذا استطاع وإذا ما استطاع يركض عشر دقاء يوم ثاني خمسة عشر دقيقة يوم آخر ستة عشر دقيقة وهلو مجر يعود نفسه على الركض أو الجري إن شاء الله وعلى أقل تقدير المشي يعني امشي كل يوم عشر دقائق اليوم اللي بعده ربع ساعة اليوم اللي بعده سبعة عشر دقيقة بتعود نفسك بعد هيك بسيطة تمشي نصف ساعة وما عندك أي مشكلة إن شاء الله سؤالي الآن متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بتحدي السكري لا تقول بكرة ولا بعده الآن ابدأ الآن now right now يعني اللي بدي يسوي شغلة يسويها الآن ما يقول الأسبوع القادم الشهر الجاي آخر السنة بعد شهرين لا لا لما تقتنع بشيء معين إنه هذا كله ضرر لجسمك يجب أن تبدأ وتبدأ الآن اسمحوا لي إخواني وأخواتي قبل أن أكمل للإخوة المشتركين في وجبات صحية من جميع أنحاء العالم هذه القناة الطبخ يعني اللي لسه يعني زمان ما رفعنا فيها فيديوهات رح نلغي هذه القناة ونركز على القناة اللي رح تكون باللغة الأجنبية والفيديوهات رح تكون باللغة الأجنبية ومترجمة فالإخوة والأخوات اللي المشتركين في هذه القناة رجاء ياريت تشتركوا في هذه القناة الأجنبية هي قناة طبخ طبعا وياريت تساعدونا وتدعمونا وتشتركوا في القناة الإنجليزية عن موضوع السكري والتغذية مشكورين جدا وخاصة إخواني وأخواتي اللي موجودين في البلاد غير الناطقة باللغة العربية في أسئلة كثيرة تجينا في التعليقات في اليوتيوب دكتور أنا عندي سكري أو اكتشفت أني عندي سكري وعملت فحص التراكمي ولقيته مثلا ثمانية أو تسعة فهل تنصحني بإني أترك الأدوية أم لا طبعا أنا كيف بدي أجاوب على هذا السؤال وطبعا إخواننا وأخواتنا اللي موجودين في المتابعين لقناتنا في اليوتيوب بيعتبوا علي إني ما بجاوب أنا ما بجاوب ولا رح أجاوب ولا بقدر أجاوب للأسباب التالية أولا أنا مش الطبيب اللي متابع لحالتك صح ولا لا هذه أول نقطة أنا مش الطبيب اللي متابع لحالتك ثانيا فحص التراكمي لوحده ما بكفي في فيه فحصات كثيرة أنا ما بعرف عنها نهائيا بدريش عنها يعني عمرك سنة قديش إلو معك السكري قديش كذا شو نظام أكلك ما بعرف الأمور هاي فكيف بدي جاوبك تترك الأدوية أو ما تترك الأدوية ما بقدر ما بقدر أخي أو أختيك عملت السي بابتايت اللي هو أكثر أهمية أو مهم مثله مثل الـ HB1C اللي هو التراكم هذا بدك تعمله وتشوف طبيبك وشو بيقول لك عنه بعدين في هذا العضو المهمل أكثر عضو مهمل في جسم الإنسان عملت فحص بك كفاءة البنكرياس ما هو ممكن يكون البنكرياس عندك 30% 20% 50% 40% ما بعرف كيف بدي أجاوب ودائما بقول استشير طبيبك الخاص يعني عدل أكلك وصلح قرقة نظام حياتك وكذا وإفحص باستمرار وشوفه أنت طبيب نفسك أنت اللي ممكن تعرف أنا ما بقدر أقول لك اترك الأدوية بعدين عملت فحص بقونة الإنسولين اللي هو الإنسولين ريزيستنس بيدك تروح تعمل تشوف نسبة الإنسولين كديش في ذمك زمان كان يقولوا لازم يكون أقل من 25 بعدين هسا نزلوه بعد شوية صار يقولوا 18 أو أقل من 18 بعدين أقل من 15 هسا بقول لك لازم يسير 12 شوفوا كيف شوفوا كيف التمديلات والتغيرات الناس بدأت تصحى العلم بدأ يصحى أنا بقول لك أفضل شيء يكون 6 6 لكن إذا كان عندك أقل من العشرة بيكون ممتاز هذا كمان فحص عملت فحص اليوريك أسد يعني بسبب القاوت هذا ما هو كل الأمور مرتبطة ببعض إذا كان اليوريك أسد عندك مرتفع فيه عندك مشاكل عملت liver function اللي هو كفاءة الكبد هذا بدك تعمله عملت ALT test اللي هو هذا أنزيم بفرز الكبد إذا كان فيه خلل ببين في الدم الانين transaminase هذا لازم تعمله كمان عملت فحصات الدهون الثلاثية والكلسترول والأمور هاي ما بعرف كل هاي الأمور فكيف بدأ قولك آه اترك الأدوية أو لا تترك الأدوية برجع وبقول لا تترك الأدوية من راسك مش تجازف مثل ما جازفت أنا استشير طبيبك وتابع مع طبيبك وحالتك عد الأكلك عد الأكلك وابدى شوي شوي ادرس حالتك وإن شاء الله الله يشافي الجميع وإذا بدك تعرف أهم فحصات الكوليسترول هذا الفيديو موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانك مشاهدته وشو أخبار الضغط عندك ما بعرف قديش الضغط عندك مقياس الضغط قديش إليه عندك ضغط مثلا أو عندك كذا أو عندك أي أمر ثاني فما بقدر إخواني وأخواتي ويريد تعذروني ما بقدر أجاوب على الأسئلة الشخصية بعدين نصيحة لوجه الله عمرك صار خمسين سنة افحص خمسين سنة روح افحص حتى لو ما عندك أي نوع من أنواع العراض أقول لك مش خمسين سنة حتى لو كنت في الثلاثينات لأنه نظام حياتنا حاليا نظام حياتنا مخربة كله سكر وكله نشويات وكله كذا فبعد ما يصير عمرك ثلاثين سنة روح افحص روح افحص شوف كل هاي الفحصات تعملها وتأكد إنك ما عندك أي مشكلة فيقول فلان الحمد لله ما عندي أي عرض ما عندي أعراض يعني مش شعر بأي شيء طيب تمام الحمد لله بس مشكلة السكري والأمراض الأخرى إنه ما في مشكلة ما بتحسس بشيء بالمرة يعني ممكن يكون له عندك عشر سنوات خمستعشر سنة وانت مش حاس فيه ولا تداري عنه أو مقاومة الإنسولين ضغط الدم المرتفع شو بيسموه القاتل الصامت ما بتحس فيه فعشان هيك أنا بنصح إنك تعمل هاي الفحصات إذا كنت فوق الثلاثين بعدين إخواني وأخواتي لازم نعرف ولازم نقتنع إنه السكر من النوع الثاني ارتفاع ضغط الدم الدهون الثلاثية مشاكل القلب الكبد الدهني مشاكل المبايد والسرطان والخرف هذول ما إلهم علاج الدواء ما بيعالجهم شو معنى هذا الكلام يعني بعطيك الطبيب مثلا ميت فورمين أو جارديانس أو أي نوع من أنواع الأدوية بنزل السكر أكيد بنزل السكر لكن إخلصت من السكر لا بنزل الضغط من أدوية الضغط نعم بنزل لكن إخلصت من الضغط لا ما بتخلص من الضغط لأنه هاي مشكلتها كلها ملهاش علاج ملهاش دواء علاج هواحة وأرجوك ما تهمل ما تهمل بحالك لا سمح الله وعندك مشاكل صحية كثيرة ما تتناولش أي إشي بضر الكبد بالعكس يجب أن تأكل كل شيء يعزز ويدعم الكبد ويحافظ على جهازك الهضمي هذولا أهم شيئين تعملهم في حياتك إشي بضر الكبد لا تأخذوش وإشي بضر الجهاز الهضمي لا تأخذه هذا أهم شيء في كل الموضوع كل طعام حقيقي كل طعام ريال فود يعني كل ريال فود هذا ريال فود وهذا ريال فود طيب شو الطعام الحقيقي أي إشي ما عليه ليبل هذا طعام حقيقي الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتأكله أنت وعائلتك في يوم في يومين في ثلاث أيام بالكثير مش سنوات مثل هذه العلاب اللي موجودة في السوبر براكت في كل الدنيا وبرضه لازم تبتعد عن السمو طيب شو هي السمو أي إشي بضر الكبد سمو أي إشي بضر الجهاز الهضمي سمو أول هذا هو السكر السكر هذا سبب كل البلاوي بعدين الخبز الخبز لأنه هذا اللي ما بتأكله على طول بتحول لسكر على طول بتحول لسكر ما توقلش إلا الفواكه المسموحة والفواكه المسموحة هذه موجودة في هذا الفيديو في القناة بإمكانك مشاهدته والإخوة اللي بقولي بنحرم حالنا بنحرم حالنا لا ما بتحرم حالك هذول عشرين نور توقل منهم كل يوم ما في مشكلة إذا توفروا طبعا لكن هذا لا يمنع لا يمنع أنه إنت مثلا إيجي على بالك توقل برتقال مش تروح توقل ثلاث حبات برتقال عشان فوايد ومش فوايد ما تقعد توقل سكر البرتقال فيها عشرين غرام سكر ما بينفع فتوقل مثلا حبة برتقال ما في مشكلة مرة بالشهر بالموسم عشان تتذوق الطعام عشر حبات عنب ما في مشكلة مش قطفين عنب أو نص كيلو عنب أو خمس حبات تفاح أو أربع جرون موز ما بينفع ما بينفع طالما عندك سكري خلص لازم تدير بالك على أقلك العصير تبعد عنه هذا ميا وسكر خاصة المعلب في ناس بروح بشتريه معلم وجاهز ومش عارف إيش هذا ميا وسكر مش أكثر من ميا وسكر حتى اللي بتعمله في البيت البرتقال بتعصرها شو أخط منها أنت ميا وسكر ما أخط منها إيش ثاني قلل من الكربوهايدرات قدر المستطاع وهذا إن شاء الله زي ما وعدتكو أكثر من مرة راح أعطيكو ملخص هذا الكتاب أول كتاب ظهر عن تقليل النشويات العالم اتبع من 1863 ل 1965 هذا اللي بيقول لك اترك النشويات اتركها ما كناش نوق النشويات كثير إحنا زمان وإذا كنا ناكل نشويات كثير كنا نحرق نمشي كثير حتى ما فيش وضعنا الحالي مختلف يا بالباصات يا بالسيارات واللي عنده سيارة بتلاقي بتنقل وين ما راح بالسيارة ما بيمشي ما بيتحرك ما بنيلعب رياضة فهذه لازم ندير بالنا من النشويات ونخفف منها زيوت البذور اللي بيسموها زيوت النباتية اللي كانت زمان ترمى في القمامة كانت قمامة وترمى والآن أصبحت في زجاجات نظيفة ومعلبة ونستخدمها للطبخ الدهون المتحولة تبعد عنها هذا بتجيب لك البلاء لأنها يا إما مواد حافظة يا إما صوديوم يا إما مش عارف إيش فأحسن لك تبعد عنها يعني المأكولات الجاهزة أو ما يسمى طبعاً اللي متابعها كل العالم اللي ما يسمى الأمريكان دايت ستاندرد أمريكان دايت شوف الدايت اللي أمامك هاي ستاندرد أمريكان دايت شوف هذا كلها بلاوي كل البلاوي هاي اللي موجودة أمامك في الصورة اللي العالم كله قاعد باكلها الآن لما تدخل على المكدوند لما تدخل على أي بطعم مأكولات سريعة بطاطا مقلية بزيت الله بيعلم شو هو الهامبورغر والخبز تبعه الكولة الصلصة الحلويات هاي هذا هيك هذا الأمريكان هيك طلعوها والعالم كله ماشي عليها هسه حتى الدول اللي كانت ما يعني بعد الثمانينات بلشت مثل اليابان ومثل الصين بلشت تيجي هاي بعد انتهاء الحعوب والأمور هاي فتبتعد عن هذه الأمور الصلصات بالذات الصلصات الصلصة هاي كلها سكر هاي عبارة عن سكر ولا ليش طعمها حلو الباربيكيو وصلقة الشطة الحارة وهذا اللي بتلاقيها بالجزايز هاي تبعد عنها تبعد عنها كله هذا سكر خفي هذا كل سكر خفي ورح يتعبك على المدى الطويل رح يتعبك أو يتعبك وفي واحد اسمه أنتوني بوردن قال لك أونسة واحدة من الصلص هذه فيها كل المشاكل فيها كل البلاوي فنبعد عنها المشروبات الغازية نساها نساها ومشروبات الطاقة نساها هي كلها أي إشي بتلاقيه معلب ومغلف وملون ومزوب وعليه ليبل لا تشتري ليش انت هذا لما تقرأ اللي وراء اللي بيكون موجود على ظهر العلبة في كلمات ما بتعرفهاش ما بتقدرش تلفظها ولا بتدري شي هي صح ولا لا شو جابرني أنا شو جابرني أنا باكل الطعام اللي ما بيحتاجش ليبل اللي ما بيحتاج ليبل كله ما في مشكلة إلا إذا كان برفع السكر المهم ما يكونش عليه ليبل أنا ضد هاي الأمور كل أنا بتدفن هاي بيقول لك توتال كربوهايدرات مجموع النشويات اللي موجود 46 طيب كويس والفايبر 7 ممتاز والسكر 18 طيب 18 و7 25 صح؟ واللغا 1 وعشرين الغلام الثانيات شو هما دول مش نشأ مش راح يتحولوا ليش ما تذكر على ظهر العلبة ما انت بتقولي الكربوهايدرات كلها 46 شيل السبعة بظل 39 اللي هما الفايبر 39 شيل 18 سكر شو بيظل 21 شو هما الواحد وعشرين هذول ليش بش موضح همتوا علي يا إخواني عشان هيك أنا ما عندي ثقة في كل هاي الأمور إطلاقة إطلاقة المعلبات شرحوا المعلبات كلها مواد حافظة ولا كين بدا تقعد عن رف سنة و سنتين ما بنفعش كلها مواد حافظة الله بيعلم الله بيعلم فنبعد عنها وما تأكلش بين الوجبات ما تأكل بين الوجبات متى ما أكلت وجبتك وشبعت تأكلش بين الوجبات كل مرة بتأكل رح يرتفع عندك السكر والإنسولين وأنا ماشي على هذا النظام إلي سبع سنوات من شهر 9-2017 ونزلت وزني من 110 ل 83 كيلو بعد ثلاث أشهر وما زلت والحمد لله محافظ على هذا الوزن محافظ على مرات 83 85 83 85 حسب يعني حسب ما بتحرك وحسب ما باكل ويوم 15-8 فحصت السكري لقيت أول فحص كان 6-6 بالعشرة والفحص الثاني كان 5-4 بالعشرة مكينتين يعني الفرق بينهم دقيقة في الفحص فلما تجمع اثنين وتأخذوا المعدل بطلع 6 الحمد لله ما عندي مشكلة وهذا بدون أدوية بدون أدوية والحمد لله ما عندي ضغط الحمد لله وكان عندي سمنة زائدة كثير زي ما شفت في الصورة اللي قبل شوي والحمد لله الآن ما عندي سمنة ولأ إخواني وأخواتي المدمنين على الأكل وما بتحدوش السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى وتبدأ تأكل الطعام الصحي اللي بيعزز الكبد عندك وبينظف الكبد عندك وما بضر الأمعاء ولا الجهاز الهضمي متى ستبدأ ويا حب ما لو تلعب رياضة إذا بتقدر تلعب رياضة في الجيم حبا وكرامة لأنه بيكون ممتاز لصحتك وإذا ما بتقدر يكون رياضة الجري تتحرك يعني وإذا ما بتقدر على أقل تقدير يكون المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته